هذا البرلمج لرعاية مرحب بحضرتكم مشاهدينا من جديد فقرتنا دي هنتكلم فيها عن المجموعة 73 مؤرخين المجموعة دي هي مؤسسة ثقافية هدفها هو التاريخ والأبحاث التاريخية نشأة المؤسسة دي عام 2008 بتضم شريحة كبيرة من شباب المصري المثقف والمتعلم واللي عنده روح وطنية كبيرة جدا الهدف طبعا من هذه المؤسسة هو الحديث والترويج عن الأحداث البطولية المصرية وحماية هذه الأحداث البطولية الجميلة جدا من التزييف اللي ممكن بيطرق عليها من بعض الأشخاص وبيتم الرد على هذا التزييف بالبراهين والدلائل من بعض الأبطال الذين شاركوا في هذه الأعمال البطولية المصرية النهاردة عايزين نتكلم عن هذه المجموعة الهامة اللي طبعا اسمها مجموعة 73 مؤرخين ضيفنا في هذه الفقرة هو دكتور أحمد عبدالصبور المؤرخ الفني وعضو المجموعة 73 مؤرخين أهلا بحكي فاندم كل سنة ومتطعي برحمة بيك يا دكتور أحمد الحقيقة احنا في أشد الحاجة لكتابة التاريخ بصفة أو بصورة سليمة علشان الأجيال القادمة وبصفة خاصة التاريخ العسكري يعني خلينا نتعرف من حضرتك على نشط هذه المجموعة وإزاي حضرتك أو فكرتوا فيها إزاي وإيه الهدف منها ونشطكو لأننا شخصيا يمكن زميلة معها برضو نفس الشيء أول مرة نسمعها مؤسسة مؤرخي مصر الثقافية مشهورة إعلاميا بالمجموعة 73 مؤرخين ليه اشتهرت ب73 مجموعة؟ لأن احنا بنقرخ كل البطولات العسكرية في تاريخ مصر كلها بس جينا في الفقرة ما بين بطولة 73 وكل التاريخ العسكري والبطولات اللي تمت في عنحارة 73 دي ركزنا فيها شوية وسجلنا مع أبطال كتير جدا يفوق تلتميت بطل لحد الوقتي ما بين كل الفئات من لواء لحد مجند يعني كل اللواءات في كل الأركان تلتميت بطل لحد النهاردة فكلهم كانوا في فترة حرب من بين 67 إلى 77 فعشان كده خدنا الشهرة بكده لكن احنا كمؤسسة مصر مؤرخي مصر الثقافية بنقرخ كل البطولات العسكرية في تاريخ كل مصر من العصر الفرعوني لحد النهاردة تمام القصة بلقت ازاي؟ هي بلقت في 2002 طبعا كلنا بيجمعنا المحيط الكبير اللي هو شبكة الانترنت الشبكة العنكبودية دي كلنا كنا مجموعة على النت بنحب تاريخ مصر الهدف بتاعنا كله هو الانتماء الوطن والحب الوطن مش أكتر من كده كنا كلنا تحت كيارة النت اللي هو بنتجمع وضع ورعا جروب فجأة قررنا اللي احنا نتجمع اللي جمعنا يا الله يرحمه اللي هو طيار محمد عكاش هو اللي جمعنا وادانا طبعا دعم فني ومعنوي وكل حاجة وهو اللي ادانا التعليمات اللي خلنا بعد كده بقينا مؤسسة آآ كان ملينا الهدف نحنا اول اللي جمعنا عن طريقه آآ قال لنا عرفنا باكتر من بطل خصوصا لو طبعا كان محبوب جدا في كيارته ففجلنا مع بطل واثنين وثلاثة وبعدت من 2008 بقلينا موقع بقلينا قناع اليوتيوب بدأت الناس عرفنا والحمد لله بفضل الله الموقع بتاعنا متشاف كويس قوي يعني نسبة المشاركة بتاعتها فوق التلاتين مليون وعاوز اقول حاجة غريبة شوية اللي بيخش من بره مصر اكتر من لجوه مصر الموقع متشاف كويس بفضل الله جدا واي حاجة بتنزي عليه بتبقى مسماعة زي ما بيقول آآ برقت بقى بعد كده نبقى لينا انشطة تانية نعمل بورتوكولات دلوقتي مع جمعيات زي مثلا مستشاة سبعة خمسين تاعة سبعة خمسين بقى لينا مؤسسات مثل سنبراس يعني اكتر من مؤسسات خيرية تعواننا معهم وعملنا بينهم بورتوكولات بقى لينا رحلات بنعملها زي مثلا موقع طبية الشجرة بنعرف الناس بالأواق من مواقع الاسرية اللي تم عليها الحرب فعلا بنعرف الناس بتاريخهم بنالينا ندوات عملنا اكتر من 235 ندو لحد دلوقتي من اسكندرية الاسوان آآ لينا اكتر يعني نقدر في الكليات في الجامعات المعاهد المدارس حتى الاندية مراكز الشباب لينا الحمد لله انتشار كويس جدا بس البداية كانت الاول على النت آآ عملنا الحمد لله الحد لنهاردة اكتر من اربع افلام اجنحة الغضب واحد اجنحة الغضب اتنين ودي كانت بتحكي عن قصة يعني الطيارين ما بين فترة 67 ل73 بعد كده عملنا فيلم ابابيل وده بيحكي عن حقيقة الضربة الجوية الاولى بالتفصيل عملنا ده الفيلم الاكتر انتشار الفيلم الكاتبة 418 دفاع جوي الفيلم ده خد نجاح جبيء كبير جدا على النت وانتشار متشار الرهيب وكما نتعمل بتقنية اعلى يعني تقنية سينمائية اعلى بنعمل حاليا ان شاء الله فيلم 53 ديئة ان شاء الله يعني هيتطلع للنور الفيلم ده بيتكلم ما بين من اسمه هو معركة المنصورة الجوية 53 ديئة المعركة الجوية باين من اسم 53 ديئة لفترة المعركة للمعركة المنصورة الجوية اللي هي اتقول انها تأتول معركة جوية حصل بالضبط دي أطول معركة يعني فترة زمانية المعركة جواه في التاريخ كله في التاريخ اه مفيش معركة الثمارة الثلاثة وخمسين دي هده فترة طويلة جدا دكتور الأفلام الحاجة بتذكورة دي تم عرضها فين؟ هل ينتم قنوات فضائية كتير؟ قنوات فضائية عرضتها والإنترنت موجود عليه حقيقة مشاهدة الحمد لله بالملايين مش هقولك ده ده في ناس هل بيتم مراجعتها دكتور أحمد من شرم؟ كل المعدات الحربية اللي هي من فترة 27-73 هي اللي بتقدمها دي مهمة جدا عشان أدي مصدقية فوق المصدقية ما ينفعش مثلا أجيب دبابة M1 ما ينفعش أجيب طيارة F-16 لا معروف ان لفترة حرب اكتوبر كان دبابة T-54 T-55 T-62 ما ينفعش أجيب حاجة غير كده ما ينفعش أجيب مثلا F-16 لا هو معروف يا ميج 17 يا ميج 21 يا إما سخوي معروف ما ينفعش أجيب حاجة غير كده فدي حاجة مهمة جدنا بتقدمنا شونه معنوية لاي بتقدم الأسلحة في الفترة الزمنية اللي تخص الفيلم سواء 67 أو 73 ودي حاجة مهمة بتقدم لنا بعض الجنود برضو بيساعدهم الأزياء الملابس يعني احنا نتمنى يكون في دعم أكتر من كده يعني هم بيتأخروا عنا شوية في التصريح بس مش مشكلة يعني نتمنى يكون مزيد من الدعم المادي والمعنوي أكتر من كده بس معظم الأفلام كانت بالمجهود الزاتي ده اللي محدش عارفه كل الأفلام اللي صغرتها دي كانت انتاج ذاتي دي كتير قوي ما يعرفش الموضوع ده أنا قلت شو معنوية بتقدم لنا الدعم اللي هو إيه لكن البقية الانتاج كدعم مادي ده يعني مجهودات ذاتية ده حقيقة طب دكتور لو أحسأل حيك عن المصادر اللي بتستمدوا منها بقى المعلومات العسكرية يعني أكيد المصدر ده لازم يكون مصدر موثوق منه جدا لأن دي معلومات عسكرية أحداث تاريخية بصر مرت بيها وعشان تكون يعني كل معلومة بتطلع في الأفلام دي رد على كتير من التزييف اللي بيتم نشره عن كتير من الأحداث التاريخية والحربية اللي مرت بيها النقطة دي هي النقطة الصحة اللي احنا بننزل لأرض الواقع البطل نفسه البطل نفسه هو اللي بيحكي البطولة العسكرية اللي مر بيها بيحكي القصة اللي مر بيها مش بنجيب بقى فيه ما فيه ناس ما عتمد على الجرائد بس مقالات مثلا أو مقالات ما ينفعش على فيلم تم أنا ما احترامل كل الأفلام السينمية اللي اتعاملت عن حرب كتمر ما قدمتش الشكل المطلوب والمرجو منه كل الأفلام اللي تمت بحتى بالأبطال اللي يقولك يعني أقصى فيلم فيهم ما يقولك ده عمل 70% من اللي حصل لأ احنا عاوزين أفلام تعبنا عن اللي حصل فعلا في حرب كتمر ما اتجبها ليش كلها قصة حب عارف اني لازم يكون فيها دراما وعارف اني لازم يكون فيها مشاعر اللي بداخل المقاتل الجندي اللي بياخلي حارب ده أنا عارف انه مش مكينة مش آلة إنسان لدم للمشاعر كل ده أنا مؤمن بيه ليه أب ليه أم ليه أبناء ليه زوجة ليه حبيبة كل ده أنا فهمه ليه حالة إنسانية ما قلناش حاج بس ما اتجبها ليش كده بعيني المواقف اللي حصل بجد كتير جدا ما يعرفوش ده أنا عاوز أقول إن مثلا هيفرق إيه ما أنا أقول ناس كلها تعرف عن معركة المنصورة فيلم 53 دي مثلا اللي بتعمل ده إيه يفرق إيه عن ما هالناس عارفهم القصة لأ احنا بنجيب التفاصيل الدقيقة جدا اللي حصلت قابلتوا مين في الفيلم ده بالذات يعني عشان توسقوا معركة تقريبا كل أبطال الطيارين لإن كان الله يرحمه اللي هو محمد وكاشا كان بقوله حراك محبوب جدا من قوات الجهات الجوية فكل الطيارين كانوا أصدقاؤه تسهلوا معانا جدا وفعلا هتلاقي معظم البدايات في التسجيلات من بداية اللي احنا قلنا هختجين أكتر من 300 بطل هتلاقيهم تلتهم كلهم كانوا طيارين فتقريبا كل اللي قاموا بالأحداث بفضل الله رحقناهم وسجلنا معهم القصة دي اللي أنا عاوز أقولها إحنا يعني دايما قصة أحمد زايد رئيس أمناء مجلس المضموعة بيقول جملة يعني فعلا أنا مؤمن به احنا بنسابق الزمن حاضرتك احنا دلوقتي في الزكرة 45 تماما في العاشر من النمضان فلسا بيريش كم يوم في احنا دلوقتي في الزكرة 45 لحرب كتوبة يعني أحسب حراك كده 45 سنة لو قلنا فينه من 20 ل30 ل35 يبقى البطل سنه قد إيه فاحنا بنسابق الزمن انا مش عاوز أقول ما قلت لحد ياسا بس دا حصلت مرة واثنين وعشرة يبقى أنت متفق مع بطل هتروح تسجل معاه يوم مثلا كمان تلت يام السابت مثلا سبحان الله نروحنا يا تذكر الله وربنا يتوفاه فاحنا بنسابق الزمن نتعاوز الكصة الحقيقة وأكتر من تسجيل تم فعلا حاجات لم تذكر حتى هو من هذا لم تذكر في كتاب لم تذكر في فيلم كصة بقى كتابه الفيلم دي انا برضو عاوز أتكلم فيه احنا عملنا في كتاب اسمه المصور الزهبية ليه كصة الفيلم ليه كصة بلانا نتجه لكسم الميديا احنا عندنا أقسام على فكرة داخل المجموعة كسم تسجيلات وكل أفراد المجموعة بيقعدوا مع البطل بيسجلوا وده بيبقى صوت بعد كده فيه كسم تفرغيات بفرغ اللي هو قاله عشان ننشره للناس طبعا بعد موفقة البطل يعني اللي هو قاله بيخده بيعرضه عليه بيشوفه بيصدق عليه وبينزل للناس ليه بدأنا نتجه لموضوع الأفلام والميديا عشان نكون صراحة مع بعض انت حريك قلت جملة هي فعلا هدف المجموعة 93 مورخين وهو اللي احنا بنصد التزييف المتعمد طبعا وطمس الحقائق صحيح والتزوير اللي بيحصل في التاريخ المصري بس فيه مشكلة مواجهة الشباب ان الشاب ما عندوش قدرة نقرأ ما عندوش قدرة انت بتكتب انت مش بتكتب مقال صحفي انت بتكتب قصة حياته منذ طفلته مر بالإعدادية داخل الفتوة كان رأيه فيها ايه في ناس حضرت الفتوة من زمن الفتوانة والكلام ده لا الفتوة دي كانت حاجة زي كده التربية العسكرية كانت داخل بعد كده الكلية بنشوف حالته النفسية كانت ايه في ام 67 بعد كده المشاعر ايه حصليته بعد 73 ده بدي بقى اشبه بكتب عن قصة حياته مين عندو القدرة من الشباب النهاردة اللي هو ايرى ده ده لو حاجة اكتر من عشرة صورة على الفيسبوك وكل تواصل الاجتماعي مش هيقراه احنا بينا في عصر السرعة بقى خلاص بقاش عندو وقت الشبابي اللي بيوصل من الناس هو الميديا زي الاعلام دلوقتي اللي بيوصل من الناس هو الميديا هو الحاجة اللي بتخليه عاوز يفوف ده وبيعلق في زهنه كويس اوي فالافلام والكلبات الصغيرة اللي احنا بنعملها ده تبنعمل حاجة اسمها سلسلة الوعي سلسلة الوعي دي بناخد كل بطل بعد ما كنا كنا نبني لهم اللي هو اهم الحاجات المؤسرة اوي في التاريخ بنا نعيد معهم تاني التسجيل بس صوت وصورة ونننتجها بنوصلها بصولة معاناة ان شاء الله هتنزل في خلال يعني بعد العيد دي سلسلة احنا عمسا جنب نبطل حول 15 حالة وبنكمل دي هتبقى سلسلة كبيرة ان شاء الله المادة الاعلامية دي هي اللي بتوصل للناس في فيديو محقق نسبة مشاهدة تفوق 30 او 35 مليون على موقع اسرائيلي اه الطيار المصري المجنون اه اجيبشن بايلوت كريزي وكلام بقى كتير وده واتلوا بيحكي قصة كل اليوتيوب ده مشهور اوي مقطع الفيديو اليوتيوب ده مشهور اوي السيادة اللي هو حسن الرفعي لسه عايش لحد النهاردة بزي ما بقوله هو مات وده كانت بداية فكرة اللي احنا نعمل سلسلة الوعي انتو الفيديو ده محقق نسبة مشاهدة كبيرة جدا وكل الناس مقتنع بيه دايما بيحطوا السم في العسل عشان تاخدوا وانت مش حاسس بيه بيمجد في الطيار المصري لكن في اخر هو قدر انه يقتله وده ما حصلش سيادة اللي هو حسن الرفعي عايش صاحب المقطع المشهور ده فدي كانت بداية الفكرة احنا احنا اول حلقة بدأنا به هو بالرد على الفيديو ده اللي حقق شهر رهيبة والترجم بست لغات منهم العبري طبعا في انجليز فرنسي ازباني يعني انتشر انتشار مش ممكن طيب دكتور حيك شايف ان تحديدا في الفترة اللي احنا بنعيشها دلوقتي وتحديات كتير قوي مصر بتواجهها من الخارج مهم قوي ان احنا نفكر الشباب الايام دي بكل البطولات اللي عاشها ابقهم واجددهم والحروب لازم والمعارك المشرفة جدا اللي مصر مرد بيها على مر الزمن لازم الشاعر سيمندوس بقالف بعد حرب طروادة قصة سبارتا طروادة هو كان شاعر يوناني قال هزمناهم ليس حين غزوناهم ولكن حين انسيناهم تاريخهم وحضراتهم وده اللي هم بيعملوه اللي احنا بيحصل دلوقتي فيه احد الصباط الاسرائيليين قال لزابط مصر هو بيسلمه وتبادل الاسرة قال له جيل حرب اكتوبر هيموت وهينتهي مش هيعيش احنا هنعملكو خط بريف داخل الكاهرة الخط بريف اللي بيقصده ده هو يقصد الغزو الفكري اللي مال الشباب اللي انا حالت حركة علامه ان اسرائيل بيوم حرب اكتوبر ستة اكتوبر بتحتفل بانتصاراتها الجيل اللي قاعد انك بقاله خمسة واربعين سنة يظن انه هم اللي انتصروا هل احد يعلم المعلومة دي ما هو تزييف الحقوق لا ما احنا عارفينه تزييف الحقوق اه بزرط انا دلوقت لما اجا بص الاقي فيلم مش هيقول بقى يعني مش هذكر الكلمة بس انا بص نفس انا هختار فيلم زي رمبو بطولة وهمية وليس لها اي حاجة يعني ملهاش اي وجود في الدنيا والشباب طالع متأسر بيه طب ليه ما انا عندي بطولات حقيقية حصلت صح ليه ما تتعملش افلام سينمائية فيها نفس درجة الابهار والتشويق والاصارة اللي معمولة وطلحها للناس ليه ما طلحش الجيل اللي طالع شايف ده انا قلت اللي ينفع يتقال في فيلم زي ده لكن فيه افلام تانية كتير نازلة بتشوخ حرب اكتوبر وما قبلها مش حرب اكتوبر بس على فكرة احنا بنقرخ كل ما هو قلت من بطولات من ايام مين ام واحد الكترين لحد 73 وهنكمل بعد كده بس ليه فيه تزييف كتير جدا متعمد وتمسح حقائق كتير جدا وتشويه متعمد طب احكي لنا على ابرز حاجة لفتت نظرك في هذا الموضوع فيه اكتر من ان بقولوا حراك لهم لحد النهاردة بيحتفلوا بانتصارات اكتوبر في اسرائيل فيه ايه اكتر من كده فيه ايه اكتر من هما بيقولوا لحد النهاردة ان كل ما حدث ده هو حدث بالصدفة ان ده اصلا انتصار مش كامل والاسف ان فيه ناس كتبت في ده ان ده انتصار ناقص ان ده انجي حاجة مش حقيقية فيه بدون زي كده اسم الصحفية بتقول فانكوش حرب اكتوبر كلمة ما عجبتين يعني متعجبش اي حد طبعا وكلنا عارفين طبعا هي مين طب ليه طب ليه ليه ما نذكرش الحقيقة كما هي مش هقول بقى حد ممول او مش ممول بس هو يعني ما ظنش ان حد هي يعني كده من الناس احكينا علم تاريخك للمعركة الجوية يعني قرقتها ازاي لا هي مجموعة من الابطال الحقيقيين جايبين الكلام ده ان بقومش من عندنا احنا زائت كمان الجرائد المقابلة في اسرائيل او في الطرف الاخر جرائد انجليزية جرائد امريكية كذبت عن الاحداث في دوهات حقيقية ده اننا تحصل عليها من عندنا ومن عندهم زائت ان البطل نفسه بيحكي اللي حصل بطل واحد واثنين وثالث وده اهم حاجة انت نزلت للميدان نفسه نزلت للميدان المعركة نفسه نزلت للحدث نفسه نزلت الشارع نفسه ايه اهم الحكايات بقى اللي انت سمعتها ولفتت نظرة ده دي بقى تشوفوها ان شاء الله في فيلم 53 دي يعني ما تديني وانا واصف ان الفيلم ده هينات اعجبك زي ما الافلام القادمة بدت اعجبه يعني انا ساعدت ان في حرب الناس كده بتعتاصل الاطنماعي ان في فيلم كتابة 418 ناس سعدت بالليه شافته خلوش مصدقيني من ده اللي حصل فيلم ابابيل يعني نجاح كبير جدا ان كتير ما يعرفش حاجة غير ان هو المقاطع اللي بيشوفوها في الفترة ما بين بس ايه دايما في الزكرة 6 اكتوبر اول عشر من رمضان يجيب بس كفاديوهات معينة لكن محنش عارف الحقيقة كاملة للاسف في جيل لحد النهاردة ما يعرفش ان الحرب يقولك هي 6 ساعات خلاص يبقى هي 6 ساعات ما يعرفش ان الحرب دي استمرت اكتر من من 3-4 شهور كان في حاجة اسمها صغرة وفي حاجة اسمها حصار استمر الـ 11 ومية يوم يعني كل الاحداث دي لازم لا ومن بداية 67 يعني ما هو استمرت الحرب لغاية 73 وحرب للسنزاف لا اكتنا في مرحلة حرب طول هذه الفترة فاحنا يعني كان اهم حاجة اللي هو نشر الوعي الحمد لله هو البداية برأيت بشباب مدني محب جدنا للبلد محب المصر محب للتاريخ وبطوات العسكرية فقات العمرية يا دكتور اللي انضمت للمجموعة انا عز اقول ان في ناس من اول 25 سنة لحد بسم الله ما شاء الله شباب صغير يعني فوق 80 سنة متعاونة معنا بس الانشط طبعا بيبقى الشاب لان هو اللي عاوز يعرف هو اللي عاوز يعلم هو ده شيء جميل على فترة يعني ده بتقول كل مختلف الاعمار بالكامل يعني متحد ومتعاون انه يطلع التاريخ كما هو ده انا سعيدة ان فيه تعاون من كتير جدا من الناس وفي اقبال من الشباب على ان هما ينضموا الحاجة زي كده فيه ناس عاوزة تعرف انا مش بيحزنني الناس اللي مش عاوزة تعرف الناس اللي بتسد وده انا وهم صممة تقول لك ما هو موقع مصر ما خدش طب ما تسمع هنا والكرم بمن هنا وهنا لأ فيه ناس للأسف مش اوزة تقتنع فيه ناس مصدقة فيلم شافته امريكي انا بقول صاهيه امريكي نزل مقتنع بي يا حبيب مش دي الحقيقة خد بقى الحقيقة فانا بس سعيدة انه فيه شباب كتير بقى يعني يتفهم الموضوع لان احنا فعلا في مشكلتنا الولايات هو الغاز والفكري اللي احنا بنقبله ده كله ما هو الا اعلام موجه قاصد يشوه طولات مصر عددكو كام يا بكتور احمد اه الامانة حوالي خمسة وعشرين لكن العدد اه نفسه لا يفوق الالف مثلا لكن انا بقول الامانة اللي هما اللي بيقوموا بالتسجيل طب انتو يعني المصدر المالي بيجيبون هل فيش تركات؟ كلها مجهودات ذاتية كلها حب وانتماء من جوه كل واحد بيبذل كل مجهوده ان العمل ينجح باي طريقة بقى مختلفة اللي يقدر يجيب حاجة يجيبها لكن انا قلت شنو معنوية ما قدمتلي ناشغل اللي انا قلت عليه اللي هو بعض اللي هو يقدم لي معدات يقدم لي الموقع اللي هصور عليه لكن انا اتمنى يكون فيه اكتر من كده اتمنى ان فيه حد يتبنى زي ده هو المشكلة دلوقتي عشان نكون صراحة مفيش منتج هيجي انتج فيلم عسكري مش هذكر اسم الفيلم هو الفيلم الزاكر من حوالي يعني ينزل من حوالي سنة السنة اللي فات او سنة وكم شهر اللي انتجه البطل نفسه بتاع العملية الفيلم صقت ما نجحش الناس مورخينه نقاط يعني قالوا اصل السبب في ان لا اولا ما فيش منتج هينتج في عمل عسكري بتولي دلوقتي لاني نعمش اللي عاوزه الشباب ولا عاوزه وهي دي سينما شباب المنتج عاوز يكسب دي حقيقة الحاجة التانية ان الفيلم كل المعدات اللي اتقدمت فيه يعني ده بابا مكريفة اعلقتها بوقت حرب اكتوبر ما كانتش موجودة اصلا الاسلحة اللي استخدمت بالكامل في الفيلم ما تتناسبش تماما ما كانتش موجودة اصلا اللي في 67 ولا في 73 ودي مشكلة كبيرة جدا الفيلم ما حققش نجاح لاني مش ده المرغوب ان حد هيخشله سينما دي حقيقة زيت كمان فيه شوية حاجات كده وحطها مالهاش علاقة بالفيلم يعني اسقاط على الاخوان ايه علاقة الاخوان ما كانش يتناسب خالص في نداء يقدم للجمهور في وقت زي ده لكن الهدف نفسه الاسكريبت كان حلو ما عرفش بقى هل هو عيب مخرج او مخرج لم يتطفق مع مؤلف بس انا حزنت ان انا شوف الفيلم يسقط بالرغم ان كان فيه نجوم سوبرستار صف اول يعني اسألك اصلا كنا جبنا الفنانك لا 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 النجوم عملوا دورهم كما يجب هو مش عيب ان الاسكريبت جاله كده فاضطر ان يعمله كده ده مش عيب هو طيب احنا يعني المزيد عن الحديث عن هذه المجموعة معانا على الهاتف الاستاذ احمد زايد مؤسس المجموعة 73 مؤرخين اهلا اهلا مساء النور اهلا السلام عليكم كل ساعاته طيبين وحاد طيب يعني احنا فرصة معانا طبعا الدكتور احمد عبد صبور واحنا بنرحب بحضرتك واحنا سعداء ان احنا بنسمع لأول مرة انا وزميلة مها الحقيقة عن هذه المجموعة المهمة جدا اللي بتؤرخ لتاريخ مصر بصورة سليمة من اجل الاجيال القادمة وبصفة خاصة التاريخ العسكري يعني عاوزين نعرف من حضرتك ازاي فكرت في تأسيس هذه المجموعة يعني فكرة جات لك ازاي والله ايه كانت فكرة مشتركة من سنة تأسف في رضاية الالفينات مع عدد من الشباب لما لقينا ان تاريخنا متساد وفي فجوة كبيرة جدا ما بين مجال الانترنت وما بين وزارة التعليم ووزارة السقاطة ما حدش بيقول لي حد ايه اللي بيحصل او حدش بيقول ايه اللي خصل فعلا في الحرب فنتيجة كده ومع الظهور الانترنت اي حد يكتم اي حاجة اي حد يتكلم اي حد يشاور او يقول اللي هو عايزه ومفيف مرجع رسمي فبتعينا بتأول ساعة الالكين والثمانية بلعاية المحكم اللواء صيار محمد عوكاشا احنا نعمل ارشيد يكون للموتو لاسحة في اكتوبر ورقب لها طبعا فبدأنا في اللواء صيار محمد عوكاشا نسجل معنا وعرصنا في صمالي والصياري وهكذا بدأنا نمشي يوم بعد يوم لأول 2009 نحن معنا يعني بدأنا يكون معنا ارشيد كويس ومعالومات قوية او بطولات قوية تستحق الناشر فأطلقنا الموقع بتاعنا في 2009 اللي هو الحمد لله وصل لغاية دلوقتي ستة وعشرين مليون زيارة من 111 دولة وده رقم يعتبر كدير جدا طبعا نحن نعرضه نحن نتقدم حاجات فاني والاخبار كورة والاخبار سنانين علشان يبقى عليه رقم كبير هنا من الهاتف مرتاحة وجادة ومعلومات تاريخية ومعلومات مؤسخة فالرقم اللي هو 26 مليون دل يعتبر رقم كبير مقارنة بالمحوظة بتاعه الحمد لله احنا من الـ 28 آباسل النهاردة عملنا 22 ستة وثلاثين ندوة عملنا اربع اكلام باجهود نفسية وكشي نشرط ان احنا نعملها باجهود الدينية علشان نبين للناس احنا لا عاوسوا نعمل حاجة هنعملها والمجال بالسلم الحربية موجود ومتاح وقوات مسلحة بتدعمه وبتساعده قررنا لطراس على فيم الكاتبة 418 تسع جوي وعملنا قبليهم ثلاث أكلام من القوات الجوية وقررنا لطراس يونس المطر في القوات الجوية لتلاث كلها موجودة على اليوتيوب مجانة للناس طبعاً أعملنا الثلاثة وثلاثة 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 نادوة باكتب معبيل حطال حرب امتوبر والشباب وطلبة الجامعة والمداري من أجل انسكينترية الحصور عملنا لدواسة المقارة المؤسسة عندنا عندنا الموقع بتاعنا في حوالي ٢٠٠ موضوع يشمل مطولات حرب امتوبر وقصص جاسوسية وقصص أدب حرب اللي هو اللي محتاج يعلم حاجة على حرب امتوبر يدفش موقع عندنا يكيد حيلاقينا نعم نعم باكتب انه كان الهدف ان احنا ناتم موقع انشاء فراغل اللي اتدبت وزارة التعليم ووزارة الثقافة بتجاهلهم لحرب أكتوبر وتجاهلهم للأفضل طوال الفترة دهت كلها وفي الوقت دي أحسن حاجة حصل للشعب المصري في خلال العصر الحالي يستعوا فلازم نعمل له هاي لايفون نحفظها عشان ده لازم يفضل بوجدان وفقاطر كل الناس بسوءنا نعم سيد أحمد نحن بنحي حضرتك طبعا وبنحي كل الأعضاء المنضمين لبجموعة 73 مؤرخين على هذه الفكرة الجميلة جدا اللي من خلالها بتقدموا وبتعملوا صحوة تاريخية للشباب ولعقول الشباب يعني مصر مرت بحروب كتيرة جدا يعني بنتشرف كلنا بيها ولازم الشباب يكونوا عارفين ده لازم يكون عندهم وعي تاريخي طبعا وحربي كبير جدا أنا بشكر حضرتك جزيلا على مدخلتك معنا دكتور نرجع لحضرتك من جديد وخليني أسأل حضرتك برضو عن فكرة يعني أنتم مثلا تروجوا الأفلام دي في بعض المناكز الثقافية من يتم ترجمة هذه الأفلام كانوا من التبادل الثقافي بين مصر وبين كثير من الدول يعني مثلا ما فكرتوش تعرضوا الأفلام دي في مركز ثقافي مثلا الفرنسي الإيطالي حصل كتير أه يعني ده بيتم عمل حصل أكتر من مرة وبيتم مترجمة مترجمة لللغات الأخرى أعوذي رح كنت ترجم لعبري كمان أه ده جميل وتشاف بقول لحركة الأفلام بتتشاف من بره مصر أكتر من جوة مصر لسه وزينا احمد زايد أيلها هو بتشاف بالنسبة عالية جدا من أكتر من 100 و 12 دولة يا أنا بس اللي نفسي بقى مش هو ده ليه مثلا إحنا كان عندنا في المدارس مادة التربية القومية ليه ما نحطش مناهج دراسية بنتكلم فيها عن أبطال حرب كتوب وهنا أنا كنت لسه أسأل حضرتك برضو لو سيزا أحمد زايد تطرك لوزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم ليه ما يبقاش فيه دعم مليكو من الوزارتين دول بالذات يعني بصرف النظر برضو لا ده السؤال ده إحنا اللي نسأله حضرتك إحنا بنترحوا مع حضرتك ومشاهل الشاشة أعرضنا أكتر من مرة إحنا حتى لو مش دعوا مادة عاوزين دعم معاناوي لا لا ومادة يا فندم إيه المانع ما حصلش إيه المانع يا فندم ما هو فيه يعني معلش يعني مصاريف وفلوس بتتصرف من الوزارات وبدون داعي ومش عاوزين نتكلم يعني مش عاوزة بالك وأقول لحضرتك إحنا يعني إزاحمة زايد قال جملة عجبتني في مرة اللي إحنا بنقوم بدور هيئات مفروضة هي اللي تقوم بيه بالضبط يا فندم هيئات حكومية هي اللي تقوم بيه أنا علشان كده الدور بتاعكم ده دور أساسي ورئيسي لوزارة الثقافة وزارة رباية والتعليم هل أنتوا مثلا يعني فكرتوا تقابلوا مثلا وزير الثقافة حصل يا فندم بدلوا مرة اتنين وثلاثة طب الرد كان يحزين وخدنا موافقة بعرض فيلم ربعمائة وثمانتاش وتعرض في أسر ثقافة وتعرض في مراكز وتعرض في شامعة أنا عاوز دعم من فندم منهم أنا عاوز دعم من وزارتين ما حصلش أنا أقول له حرج بإخير طلبتوا دعم طبعا ما فيش ما حصلش ما كانش في استجابة يعني أنا قلت حرك أكثر دعم إحنا خدناه هو وقيد ما حصلش كل اللي بيحصل عبارة عن مجودات ذاتية على فكرة يعني اللي إحنا بنسمعه ده بصراحة يعني مش عاوزين بقى نتكلم في نخض لأن إحنا يعني في الخيمة الرمضانية يعني عاوزين الموضوعات كده تكون يعني خفيفة لكن اللي إحنا بنسمعه معلش يعني ما ينفعش وزارة الثقافة وما هو فيه فلوس بتتصرف ويعني بيتم بيها تدعيم كلام فاضي وأفلام وحاجات ما يعني مش عاوزين نتكلم يعني هو مجموعة تتكلم عن تاريخ مصر وعاوز تعمل للشباب والمستقبل علشان الجيل اللي طالع يعرف تاريخه الحقيقي إيه هو ده المهم فين وزارة الثقافة فين وزارة التربية والتعليم صحيح صحيح طيب دكتور كلمنا عن فيلم أجنحة الغضب بيدور أحداث الفيلم عن إيه فيلم أجنحة الغضب هل تم انتهاء منه وعرضه ده اتعرض خلاص ده من أفلام اتعرض أجنحة الغضب واحد واثنين هما جزئين ده بيتكلم عن الطيارين من 67 ل73 وفيلم أبابيل بيتكلم عن حقيقة الضربة الجوية الأولى بالتفصيل المملي يعني بنشرحه واحدة واحدة مزي الأفلام كلها خدته في لمح البصر لا إحنا خدناه بالتفصيل فيلم الكتابة 418 ده يدفع جول احكي لنا جزء من التفصيل ده أه أه يعني هزي حتى المشاهد كهينه هو الفيلم معروض على النت مجانة اللي عاود شوفه بس أنا سعيد إن فيه حد المتابع أهو لما تحكي جزء هيبقى فيه تشوق إن الناس تدخل على النت وثير أهو فيلم أبابيل بيتكلم عن حقيقة الضربة الجوية الأولى الفيلم ده أحلى ما فيه إن إحنا ذكرنا فيه أبطال وآسامي ناس ما اتذكرتش ذكرنا اللي هو بيسموها مطبخ العمليات مش قلت العمليات بقى ده مطبخ العمليات اللي ما بنشي للناس الحقيقة اللي حصلت إيه الضربة اللي تمت قبل اللي هو بيدرب مركز العمليات داخل إسرائيل قبل ما يتم الحرب قبل الثاعة 2 الضهر يعني ده كانت حاجة مهمة جدا اتذكرت بالتفصيل في الفيلم ده دي جميلة جدا ومشيقة وعلى فكرة أنا عاوز أقول حاجة والله يميش عشان إحنا كمؤرخين المتداتشان بنقول كده الأفلام مشيقة جدا وممتعة جدا وللحابب اللي هو يعرف هيستمتع حقيقي بها فيلم الكاتبة 418 على فكرة كل الأفلام كتابة أستاذ أحمد أبو الزيد وهو يعتبر الكاتب الرئيسي لأنه هو في حقيقي مش عشان أنا بس بمدع فيه بس ده الحقيقي فعلا هو حد مهوب قوي هو عنده حب للوطن قوي فقادر يطلع ده بصورة جميلة بسكريبت جميل يتعامل فيلم يعبر عن الواقع دي أهم حاجة حالك أنت قلتها إيه الدافع؟ الدافع هو حب الوطن أنت حبيب الشيء فيه فرق من أنا بقى موظف بقدي دوري وبإن أنا حبيب الشيء فبتفانف إن أنا بعمله فهيطلع باين جدا حب للشيء دي أهم حاجة بالنسبة بقى للأفلام أنا بطالب الناس هيتخش تتفرج عليها اللي ما شاف هاش يشوف لكن حقيقة هي فعلا أفلام ممتعة ومشيقة جدا هل في عقبات قبلتكو عشان تقابلوا بعض القادة؟ كتير 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 زي إيه؟ بتحصل مشاكل كتير ما فيش حاجة بتحصل مشاكل أو بعض القادة مثلا يعني حب إن هم ما يتكلموش معاتو أو يعرفوا بتتكلم بصراحة بس أنا أنا هتكلم فيها بصراحة صحيح يعني مثلا إحنا لاحظنا وكن كنت أنا بتكلم فيها مع حسن خليل وده هو بمسك رئيس قسم التسجيلات عندنا اللي إحنا سجلنا مع عبطال مثلا طيارين كنا مع بحرية ما فجلناش مع حد من الغواصات فروحنا سجلنا معهم لأنه بقنادين شوية يعني اتنين ما بيتكلموش وكلامهم بيبقى بالقطارة ويخايف منك ليه مش عارف أو مش عاوز يقول المعلومة كاملة مخابرات الحربية والغواصات طبعا حيارك عارف إن الغواصات من ضمن الكوانين اللي كان في أثناء الحرب ومعهدات إن اتنين ما كانوش بيتسلمهم من الأسر لا الجواسيس ولا الغواصات فبيعامل معاملة المخابرات برضو مش عاوز يتكلم كلامه قليل جدا لازم أنت اللي تعرفه اللي أنت عارف الواقع يعني أنا أفتكر بأحد الأبطال كان نس حسن فبي يقوله يعني حيارك مش عاوز تتكلم ليه دي مذكورة في كتاب البحث عن الذات جبنا له الكتاب وورناه نصطور إيه دي مذكورة فبدأ يتكلم مرضو بيتكلم بالأطلاق مش قادر يتكلم فليه مش عارف حتى هو يقولك أنا لو قاعد حتى جوا شو المعلومة مش هتكلم فيه ناس حطة في سهنها اللي أنا الحد النهاردة بقدي رسالة وأنا حالف بالقسم ومش هقول ولا كلمة ده شيء جميل لي يعني شيء جميل بصراحة ليه نحنا عاوزين ناخد المعلومة كاملة مش عاوز يقولها بس في الآخر بننجح ان هو هناخد منه المعلومة في الآخر بننجح دي أهم حاجة يمكن ما يبقى ما أعتقد ان بعض هذه المعلومات ممكن تفيه فيه بيحصل بقى مواقف تانية ان فيه يعني دي أنا بس هاميه مواقف إنسانية طبعا احنا قلت الحركة من شوية ان الإنسان نحمه دم فيه مشاعر اه طبعا هو بيحكي مثلا رفيكو يعني طبعا تعرف ان في أثناء الحرب بيحفر حاجة اسمها حفرة برميلية دي الخندق كما جواب فيها بيت حامى بيحفر صديقه ورفيكو أثناء الحرب فجاء شاء القدر اطلقى أو شازي أو أين كان كنبلة خدت زميله ده ففيه واحد أنا انتذكر في التسجيل معه انهار يعني هو بيحكي على صديقه اللي توفى جنبه ده افتكر الموقف افتكر لحظة كأنه عايشها يعني انه عايش اللحظة فيها والله أنا تذكر التسجيل تسجيل ده قعد تسع ساعات متصل والله ما قمنا من على الكراسي تسع ساعات بيحكي بريك مفيش راحة تسع ساعات بيحكي قصة حياته جي في الحتة دي انهار ليه قالي ده أنا ما شفتش في حياتي صديق مخلو ازايه احنا قعدنا مع بعض من ايام سبعة وستين فجي في اللقاء تذكر اسم اللي هو اللي عمل كده طبعا وقتها مكانش لو كان وقتها ملازم صغاية بس قتنه وكملنا محد ما بقى قاليه واركان حرب الموقف ده أنا واحد من ناس قصر فيه اكاد اقسم بالله اني نمت حلمت بيه من التأثير مش عارفة وصفت لك المشاعر الانسانية انا عاوز اقولي ان كل قصة بطل تتعمل فيلم كامل كل قصة بطل تتعمل سلسلة كتب مش مجرد بس قصص الناس فكرها هتلاقيها بس مقدلة لا دي كل وطل منهم يتعمل حكاية يتعمل فيلم كامل فيه قصة بتقوى مؤسرة جدا وفيه حاجات لم تذكر وفيه حاجات فنية لحد النهاردة ما تقالتش فمع الزمن بقى هيبان كل حاجة ان شاء الله هل حضرتك يعني سريعا شايف ان احنا فعلا مقصرين في كتاب التاريخنا او بصفة خاصة التاريخ الأسكري سريعا دي حقيقة انا عاوز اقول له حالك بثمش في حرب اكتوبر يعني مين فينا يعرف يسمع انت حكمس الثالث حتى حرب 67 كان فيها بطلات طبعا طبعا ايه طبعا وفي المقابل بيل تتكلم في الحتة دي فيها كذا عملية تمت جوية محاجاتش تتكلم عن المعنات اللي عنها الأسرة وجنوبها في سينة من دور المجموعة 73 مواركين انها بتتكلم في اللي غيرنا ما تتكلمش فيها بالضبط انا بقول له حالك مين يسمع انت حكمس الثالث هل حد يعلم انت حكمس الثالث بيدرس في جامعات برا عسكرية البطولات اللي عملت حكمس الثالث هذا الشاب الصغير اللي قدر يخلي مصر امبراطورية ما بعد نهر الفراط لأ حد تحت الجند الساز لحد نص ليبيا اللي خد كل بلاد الشام وحولها المملكة مصرية هل حد يعلم عنه حاجة؟ ما حدش يعلم عنه حاجة اهو دافت انا انا رجعت ورا قوي مرضيش يعني ايه اتكلم في التاريخ الحديث هل حد يعلم مثلا محمد علي عمل ايه بالجند المصري؟ هل حد يعرف تاريخ الجند المصري كما قيل عنه هتلر؟ هل كما قيل رسول الله السلام حتى لما ذكره خير واجناد الارض؟ ما حدش يعرف التاريخ ده التاريخ ده مشرف جدا 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 لللي حابب ان يعرف انما اللي عاوز يسد ودنه ومصمم ان يسيق في العين وما يشوفش دي مشكلته واحنا الحقيقة بنتشرف بوجود حضرتك النهاردة معنا سيا هذه الفترة واحنا سعداء الحياة بهذه المجموعة المحترمة اللي هي بتؤدي امها عمل وطني من الدرجة الاولى على فكرة مجموعة وملهاش اي موارد يعني من مواردهم الخاصة بيشتغلوا ولكن مواردهم الحقيقة هو الحب والانتماء لهذا الوطن نعم هل بنشكر حضرتك دكتور على جودك معنا ومتمنى لحضرتك ولكل اعضاء المجموعة كل التوفيق ومشكركم على الفكرة الجميلة اللي من خلالها انتو بتعملوا صح وفكاتك مهمة جدا لكل الشباب المصري بتناموا عندهم روح الانتماء لمصر والحب الوطن بشكر حضرتك جزيلا دكتور احمد عبدالصابور المؤرخ الفني وعضو من مجموعة 37 مؤرهين شكرا لك شكرا لحضرتك طبعا دكتور احنا كده بالنسبة انك خلاص الفقرات انها اقدمها نارد فقيم انتهت اه بس لسه معنا الزميل محمد تورك ان شاء الله الفقرة الاخيرة من نزيل الحلقة طبعا فقرة الانشاد الديني خليكم معنا موسيقى هذا البرنامج برعاية موسيقى 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 اشتركوا في القناة